شارك وزير الخارجية سامح شكر في الاجتماع الوزرية حول التقييم العالمي الأول تحت اتفاق باريس يأتي ذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حيث ألقى كلمة بصفته رئيس مؤتمر كوف 27 أكد فيها على الحاجة لتقييم أوجه القصور التي أدت إلى الوضع الحالي الذي يشهد كوارث ناتجة عن المناخ بصورة تكاد تكون يومية مطالبا بتبني خطوات عملية بشأن موضوعات العدالة المناخية والتمويل والانتقال العادل والروابط بين المناخ والتنمية كما ألقى شكري الضوء على أهمية نقل التكنولوجيا للدول النامية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر